سيد الوزير يسوز أغباء قناة البلاد الجزائرية سيد الوزير الأول الكثير من المراقبين والناشطين في المجال السياسي يتكلمون عن علاقات دبلوماسية جيدة مع ألمانيا لكن بالمقابل العلاقات الاقتصادية ليست في نفس المستوى مع العلاقات الدبلوماسية الشركات الألمانية الموجودة في الجزائر ضائلة وضائلة جدا بنا نعرف ما هو المشكل الذي يعيق الاستثمار الألماني في الجزائر وهل ستبقى الجزائر الاستثمارات أو الشاركة الاقتصادية فيها تتعامل مع بعض الدول مثلا الطرف الفرنسي على أنها دائما هي في المقام الأول بعد ذلك تأتي الشاركات مع الدول الأخرى شكرا سأت répondre على نترامي في عربي ثم سأتحدث في الفرنسي لكي تتعامل تتعامل لكي تتعامل تفضلت في سؤالك أن الطرف الألماني له مكانة اقتصادية ضعيفة في الجزائر اسمح لي نصحح هذه المعطيات ببعض المعطيات أولا ألمانيا ثالث شريك تجاري للجزائر بما يقارب 4 ملايين دولار سنويا ثانيا في المجال الاستثمار إعادة إقلاع الصناعة الميكانيكية في الجزائر وقعت في العشرية الأخيرة بمشاركة شركات ألمانية من أعلى شركات ألمانية في العالم تشوف اليوم إنجاز شاحنات أو حافلات من طراز مرسيدس العنوان يكفي للقول تشوف الصناعة الميكانيكية الموجودة في عنس مارا أو مركب المحركات في ود حميمين في قسنطينة كذلك ألماني مع القطاع الخاص أصديقانا من مجمع سوفاك يشغلوا مع وولتسفاغن ومع السياد إذن ما فيش سوق محتكر لأي طرف إن كان والطرف الألماني موجود ومن دنشك مثل ما قلنا لكم هناك ما يقارب 20 ملف تشاركة هم حاليا في طور المحادثات وإن شاء الله ينجز عدد كبير من هذه المشاريع أقول لتشاركة تشاركة تشاركة